كيف أصبح المغرب مركزاً أقليمياً لصناعة السيارات الكهربائية في عام 2025 وجذب أغلى شركة لصناعة السيارات الكهربائية تيسلا التي اختارته لمنافسة الشركات الصينية والتي بدورها بدأت التمركز في أثيوبيا وعدت دول أخرى للتوسع في إفريقيا مرحباً أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عربشو يشهد المغرب في عام 2025 تحول النوعياً في مشهد صناعة السيارات ليترسخها كمركز أقليمي رائد لسيماً في مجال السيارات الكهربائية هذا التطور لا يقتصر على الاستثمارات الضخمة والقدرات الانتاجية المتزايدة بل يتجلى أيضاً في نجاح المملكة في جذب عمالقة الصناعة العالمية مثل تيسلا مما يؤكد مكانتها الأستراتيجية وبوابتها الواعدة نحو الأسواق الأفريقية وبناء عليه ما هي معالم النقلة النوعية في صناعة السيارات الكهربائية في المملكة المغربية وهل جذب تيسلا يعتبر شهادة على جذبية المغرب في هذا المجال وكيف جعل هذا المغرب في قلب المنافسة مع الشركات الصينية التي اختارت دولاً أفريقية أخرى للتصنيع وتصدير منتجاتها وما هي استراتيجية المغرب لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية والتحديات التي تلوح في الأفق كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو أود أن الفتا انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة فهذا الاشتراك كما تعلمون مجاني وهو يساهم في نمو قناتنا ونعود لموضوع حلقتنا فلطالما كان المغرب ركيزة أساسية في صناعة السيارات التقليدية محققاً نجاحات لافتة في التجميع وتصنيع المركبات التي تعمل بالوقود ومستقطباً كبرى الشركات العالمية مثل رينو وستلينتيس هذا النجاح يعزى إلى عدة عوامل منها الموقع الجغرافي المتميز بالقرب من أوروبا والتوفر الأياد العاملة المهرة بتكاليفة تنافسية فأحصائيات عام 2025 تظهر أن إنتاج سيارة واحدة في المصانع المغربية لا يتجاوز 106 دولارات أمريكية ككلفة يد عاملة ما يضع المغرب في صدارة الدول الأكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بمنافسين أقليميين ودوليين وعلى سبيل المثال تعتبر هذه التكلفة أقل بكثير من رومانيا التي فيها تقريباً 270 دولار تركيا 400 دولار والصين 600 دولار والدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا تتجاوز التكلفة بكثير الألف دولار يد عاملة لكل سيار هذا الفارق الكبير في تكاليف اليد العاملة الذي يشكل ما بين 65 إلى 70% من أجمال تكلفة التحويل الصناعي للمركبة لا يعود فقط إلى الأجور التنفسية بل أيضاً إلى ارتفاع إنتاجية اليد العاملة المغربية وحداثة المصانع إضافة إلى البنية التحتية المتطورة من موانئ وشبكات طرق وحوافز استثمارية مغرية تقدمها الحكومة المغربية كل هذه العوامر المجتمعة تجعل المغرب وجهة مثالية لشركات تصنيع السيارات العالمية التي تسعى لتعزيز ربحيتها وقدرتها التنفسية في السوق العالمية وقد أثبتت هذه العوامل قدرتها على خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع الحيوي ومع حلول عام 2025 يواصل المغرب تعزيز هذه المكتسبات لكن بنظرة المستقبلية أكثر تركيزاً على التوجهات العالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة فلقد باتت صناعة السيارات الكهربائية في صميم الأجندة التنموية للمملكة مدفوعة بوعي متزايد بأهمية الاستدامة البيئية والرغبة في تكرار قصة النجاح التي تحققت في صناعة السيارات التقليدي وبهذا تهدف الرباط إلى أن تصبح لعباً رئيسياً ليس فقط في تجميع السيارات الكهربائية بل أيضاً في تصنيع مكونات أساسية وفي مقدمتها البطاريات لتعزيز سلاسل القيمة المحلية ودعم الصادرات نحو الأسواق الأوروبية التي تفرض معايير صارمة للإمبعاثات الكربونية حيث سنى الاتحاد الأوروبي قانوناً يحضر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2035 بهدف تحقيق تخفيض بنسبة 100% في إمبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي وذلك كجزء من خطة أوسعة لمكافحة تغير المناخ والوصول إلى الحياد الكربوني في حلول عام 2050 وبما أن الاتحاد الأوروبي يشتري أكثر من 80% من صادرات السيارات المصنعة في المغرب فوجب على المغرب التكيف مع هذه التغيرات في المشهد الاقتصادي وفي هذا السيق أفاد تقرير لصحيفة شاينا جلوبال ساوث الصينية أن شركة تيسلا الأمريكية تسعى لاستهداف السوق الأفريقية بعد افتتاح فرع شركة تيسلا الأمريكية في الدار البيضاء المغربية وهي بمثابة علامة عالمية بأن المغرب وجهة استثمارية رئيسية فاختيار تسلا للمغرب كأول مركز عمليات لها في القارة الأفريقية يعكس رؤية طويلة الأمد من قبل الشركة لجعل المملكة بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية التي تزيد عن 50 دولة هذا الاختيار ليس صدفة بل هو نتيجة لدراسة متأنية لمزايا التنافسية التي يوفرها المغرب بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة العديدة التي تربطه بدول أفريقية وأوروبية وعالمية مما يمنح تيسلا أفضلية تنافسية كبرى في الوصول إلى أسواق متعددة معفاة من الجاميرك وقد سبق افتتاح هذا المكتب سنوات من التمهيد الصامت حيث بدأت تيسلا منذ 2021 في بناء شبكة شحن متطورة في المغرب بداية من الدار البيضاء وتنجى ثم توسعت لتشمل مدن رئيسية أخرى مثل الرباط فاس ماركش وأكادي هذا التوسع في البنية التحتية للشحن لم يكن مجرد خدمة لماذك سيارة تيسلا بل كان مؤشرا على التزام الشركة بالسوق المغربية وهو خطوة تمهيدية لخطتها التوسعية الكبرى ومع نهاية هذه السنة من المتوقع أن تكون شبكة شواحن تيسلا الفائقة قد غطت معظم المناطق الحضارية الرئيسية في المغرب مما يوفر دعما لوجستيا حيويا للشركة وعملائها وبناء عليه يعتبر دخول تيسلا إلى الأسواق الأفريقية من بوابة المغرب حدثا استثنائيا وهو أكيد يرفع بشكل كبير من حدة المنافسة لسيما مع الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية فلطا لما سعت الشركات الصينية إلى تعزيز نفوذها في الأسواق الأفريقية عبر توسيع شبكات التوزيع والاستثمار والبنية التحتية للطاق والمغرب ليس استثناء فعلى سبيل المثال أعلنت مجموعة كاك الصينية في عام 2025 عن دخولها السوق الأثيوبية مع خطة لبيع السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن وأطلاق عمليات تجميع محلية وبالمثل تستعد شركة موجا أيفي المتخصصة في توزيع السيارات الكهربائية في كينيا للانتقال من استيراد السيارات الجاهزة إلى تجميعها محليا في مونباسا في موفى 2025 هذه المنافسة صحية ومحفزة وتدفع الشركات نحو الابتكار وتقديم منتجات وخدمات أفضل بأسعار تنافسية ورغم أن المغرب ومصر يتصدران مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا حيث تجاوزت مبيعاتهم حاجز الألفي سيارة لكل منهما من أصل 11 ألف سيارة بيعت في مستوى القارة في عام 2025 إلا أن حصة السوق لا تزال ضعيفة بشكل كبير ومع ذلك فإن التوجه نحو تعزيز خطوط إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية لدعم الصادرات نحو أوروبا يساهم بشكل كبير في رفع نسب الانتشار المحلي والمغرب كدولة فتحت أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية المتنوعة يرحب بهذه المنافسة ويراها فرصة لتعزيز مكانته كمركز للصناعة والتكنولوجيا في أفريقيا علاوة على ذلك في ارتباط اسم المغرب بإيلون ماسك أغنى رجل في العالم من خلال افتتاح فرع لشركته تسلا في المغرب يحمل في طياته الكثير من التداعيات والدلالات الإيجابية الواعدة للمملك حيث يعتبر هذا الاستثمار الضخم بمثابة شهادة ثقة عالمية في البنية الاستثمارية بالمغرب مما يعزز جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب الآخرين لسيما في قطاعات التكنولوجيا المتطورة والطاقة النظيف هذا التواجد لشركة رائدة عالميا مثل تسلا يمكن أن يدفع صناعة السيارات المغربية إلى مستويات غير مسبوك خصوصا في مجال السيارات الكهربائية وتصنيع البطارية وهو ما يتناغم تماما مع رؤية المغرب للتحول الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية عبر تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستثمار آلاف فرصي العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في مجالات تتطلب مهارات عالية مثل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية مما يساهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب علاوة على ذلك سيساهم وجود تسلا في نقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة إلى المغرب مما يعزز القدرات المحلية في الابتكار والتطوير هذا الأمر سيشمل تطوير البنية التحتية اللازمة مثل إنشاء شبكات واسعة من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية مما يدعم التسويق واعتماد هذه السيارات على نطاق واسعة في البلاد وعلى الرغم من بعض التحديات المحتملة مثل ارتفاع تكلفة سيارات تسلا التي قد لا تكون في متناول جميع المستهلكين المغاربة مما يجعل التركيز على التصدير أو الحاجة إلى تطوير مهارات اليد العاملة المحلية يبقى هذا الاستثمار خطوة استراتيجية محورية تعزز مكانة المغرب كمركز صناعي وتكنولوجي رائد في المنطقة علوة على ذلك تتبنى الحكومة المغربية استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية ترتكز على عدة محاورة أساسية أولها الحوافز الاستثمارية حيث تقدم الدولة مجموعة واسعة من الحوافز للشركات المستثمرة في هذه القطاعات بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والدعم المالي وتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة هذه الحوافز مصممة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات المحلية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ثانيا تطوير البنية التحتية حيث تستثمر الحكومة المغربية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة السيارات الكهربائية بما في ذلك محطات الشحن وشبكات الطاقة الذكية والمناطق الصناعية المتخصصة ومن المتوقع أن تكون هذه البنية التحتية قد وصلت إلى مستوى متقدم في متمم سنة عشرين خمسة وعشرين مما يوفر بيئة داعمة للإنتاج والاستهلاك ثالثا تنمية الموارد البشري حيث يركز المغرب على تطوير الكفاءات والمعارات اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية من خلال برامج التدريب المهني والتقني المتخصصة ويتم ذلك بالتعاون مع الشركات الصناعية والجامعات وحتى المؤسسات التعليمية لضمان توفير اليد العاملة المؤهلة التي تلبي احتياجات القطاع المتغير هذه الجهود تشمل تدريب المهندسين والفنيين والعمال على أحدث التقنيات في مجال البطاريات والمحركات الكهربائية لأنها جديدة عن الميكانيكيين المغاربة وأنظمة التحكم الذكية وغيرها رابعا التركيز على البحث والتطوير وتشجيع الحكومة المغربية لهذا المجال خاصة في مجال السيارات الكهربائية من خلال دعم المشاريع الابتكارية وإنشاء مراكز البحث المتخصصة وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والجامعات هذا التركيز على الابتكار يهدف إلى تطوير حلول تقنية جديدة وتحسين كفاءة الإنتاج وتكييف المنتجات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية خامسا تعزيز التكامل الإقليمي حيث يسعى المغرب إلى تعزيز التكامل الإقليمي في صناعة السيارات الكهربائية من خلال إقامة شراكات مع دول أفريقية أخرى وتشجيع تبادل الخبرات والتكنولوجيا هذا التكامل يهدف إلى بناء سلاسل قيمة إقليمية قوية وزيادة القدرة التنفسية للقارى الأفريقية في الأسواق العالمية وبناء عليه فعلى الرغم من النجاحات المحققة والأفاق الواعدة تواجه صناعة السيارات الكهربائية في المغرب بعض التحديات من أبرز هذه التحديات تكلفة الاستثمار الأولية العالية حيث يتطلب إنشاء مصانع للبطاريات والسيارات الكهربائية استثمارات مليارية وهو ما قد يشكل عائقا أمام بعض الشركات ومع ذلك فإن الحوافزة الحكومية والشراكات الدولية تساهم في التغلب على هذا التحدي لهذا لحظنا مؤخرا تهافت العديد من الشركات الصينية المتخصصة في صناعة البطاريات ومكوناتها على الاستثمار في المملكة المغربية فهذا التوجه يعكس طموح المغرب الاستراتيجي ليصبح مركزا أقليميا وعالميا في التكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية ومن أبرز هذه الاستثمارات نجد كوبيكو وهي شركة صينية مغربية بين CNGR Advanced Material وصندوق الاستثمار المغربي المدى والتي افتتحت مؤخرا في يونيو 2025 أول مصنع لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم في الجرف الأصفر بهدف تزويد ما يقرب من مليون سيارة كهربائية سنويا كما تخطط شركة Gaution High Tech المدعومة من Volkswagen لبناء أول مصنع عملاق للبطاريات Gigafactory في أفريقيا بالمغرب وتحديدا في القنيترا باستثمار يقدر بمليارات الدولارات ولا يقتصر الأمر على ذلك فشركات مثل Better New Material Group وتينسي ماتيريال هيونان وزين جانج هيلينج تتجه أيضا نحو المغرب لإقامة مصانع لإنتاج مكونات حيوية للبطاريات مثل مواد الكثود والإلكترونات والصفائح النحاس والأثود هذه الاستثمارات الكبرى تتجه نحو المغرب لعدة أسباب استراتيجية أبرزها امتلاك المغرب للموارد الطبيعية الهامة مثل الفصفات والكوبالت إلا أن هذا لا يمنع من وجود مشاكل أخرى مثل الاعتماد على التقنيات المستوردة فلا يزال المغرب يعتمد بشكل كبير على التقنيات والمكونات المستوردة في صناعة السيارات الكهربائية لهذا تسعى الحكومة والشركات إلى تعزيز القدرات المحلية في البحث والتطوير وتصنيع المكونات الأساسية مثل البطاريات لتقليل هذا الاعتماد وزيادة القيمة المضافة المحلية وبالرغم من هذه التحديات فأن الأفاقة المستقبلية لصناعة السيارات الكهربائية في المغرب تبدو مشرقة مع تنامي الطلب العالمي على السيارات الصديقة للبيئة والتوجه نحو اقتصاد خال من الكربون فأن المغرب في وضع جيد للاستفادة من هذه التوجهات كما أن جذب شركات عالمية مثل تيسلا وتوسيع الشركات الصينية لنفوذها في المغرب يعززان مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي ويفتحان الباب أمام المزيد من الاستثمارات والابتكارات في الختام يمثل عام 2025 نقطة تحول في مسيرة المغرب نحو تعزيز مكانته كقوة صناعية إقليمية في قطاع السيارات مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية تالي أن الجهود المتواصلة للحكومة المغربية في توفير بيئة استثمارية جالبة وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية تعزز من قدرة المملكة على استقطاب كبرى الشركات العالمية وتحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح رائدا في هذا القطاع الحيوي فهل تعتقدون أن هذا التوجه سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي في السنوات القادمة أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى فاشترك الآن في قناة عرب شو كان معكم حمد القروي برنامجكم عرب شو وأراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله